هيئة الأرصاد تحذر المواطنين بسبب ظاهرة مناخية متطرفة تضرب النمسا يمكن الجو عندنا الحقيقة سيء للغاية تقريبا الشتاء جاي من غير ما يخبط على باب حد جندها فاجأة من غير ما عاد والنمسا بتحذر أن هناك يكون فيه تساقط للسلوك هيئة الأرصاد أقصد النمساوية تساقط للسلوك فيه يمكن برضو الخطوط أو السكك الحديدية حذرت أن هيكون هناك طرق مغلقة بس يعملوا ده بعد من أوصل يعني لاحظ الخبر اللي نزلناه بخمسة سبتمبر خمسة تسعة النمسا تشهد أشدت فصول الصيف سخونة في تاريخ تسجيل القياسات ماذا يليه النمسا بعد ست أيام أو بالأحرى عفوا نعم بعد سبع أيام النمسا تشهد أول تساقط للسلوك في جبال فورالبير وطبعا الثلوك صار فيه كتير اليوم في تيرول في سالسبرج كل الجبال الألب فعليا أصبحت بيضاء أمطار غزيرة وريح قوية وثلوج تعبر النمسا حتى منتصف الأسبوع المقبل والشتاء يدخل النمسا دون أنزار مسبق إغلاقات للطرق وتحذيرات السفر من أوبيبي وهيئة الأرصاد تحذر المواطنين بسبب ظاهرة مناخية منطرفة وأيضا يعني فيضانات يعني صار فيه مستوى أمطار صراحة عن غير مسبوك مش غير مسبوك يعني ولكن أنا أقول استثنائي يعني فعليا يمر بالنمسا والمناطق المنخفضة حتى اليوم مدينة فينة أصدرت تحذيرا أنه فعليا الناس تجنب المناطق القريبة من الأنهار المناطق المنخفضة فيه على ما يبدو يعني تحذيرات بفيضان معين خاصة النمسا السفلة فيعني يعني أعتقد يجب على الجميع صراحة عن الانتباه التحرك بهدوء بحذر القيادة بهدوء خاصة للي عندهم سيارات خاصة اللي بيقودوا هون نصصنا بيكونوا سكرانين أحيانا وحوادث مع الأسف سجلناها وقرأناها في الأسبوع يعني هذا الأسبوع فعليا فيعني المطر خير أكيد والسروش خير ولكن نتمنى السلامة للجميع والانتباه شكرا